وللمزيد حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة انضموا إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود المشهد لديك الآن وأبرز الفعاليات برحب بك إرهام من مدينة العالمين الجديدة لازلنا نتابع معكم الفعاليات المستمرة التي لا تتوقف في مدينة العالمين الجديدة ربما انتهينا منذ قليل من جولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالمنطقة الشاطئية خلال فعاليات مهرجان العالمين وإعطاء إشارة البدء في انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ميتيوم صحة التي تنطلق من مدينة العالمين الجديدة ورأينا كم كبير من استفاف سيارات الإسعاف التي ستنطلق إلى محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان له جولة تفاقدية بحضور الأستاذ أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزير الصحة والسكان والأستاذ عمر الفئية المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبدوره رئيس مجلس الوزراء وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم هذا المهرجان الذي يسلط الضوء على التطور العمراني والسياحي لمدينة العالمين الجديدة والجهود المبذولة كما أكد أيضا رئيس الوزراء على أهمية اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة لخدمة المواطنين والتأكيد على جهود الدولة في النهوض بالقطاع الصحي وتقديم كل الخدمات الصحية لجميع المواطنين إلى ذلك أيضا تستمر كل الفعاليات المختلفة في مدينة العالمين الجديدة ونحن نتواجد الآن في المدينة التراثية ومن خلف المصرح الروماني الذي يشهد حفل فن جميل لكرال تنمية المواهب التابع لدار الأبرى المصرية والذين يقدمون عدد من الأغاني المتميزة من المواهب الشابة التي يتم دعمها من وزارة الثقافة وكل هذه الحفلات بالتأكيد تأتي استمرارا للتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بالإضافة إلى أن أيضا على الجانب الآخر في المنطقة الشاطئية تستمر الفعاليات الخاصة بالفرق الفنون الشعبية والطنورة والفرق التراثية المختلفة التي تقدم باقة من أروع الأغاني وأيضا الرقصات الشعبية والفنية المختلفة وسط حضور جماهيري كبير سواء هنا في المسرح الروماني أو حتى في المنطقة الشاطئية بالإضافة إلى التجهيز أيضا والاستعداد لانطلاق مهرجان نبتة الذي سينطلق في شهر أغسطس يتم الاستعداد بتجهيز عدد كبير من الأنشطة المختلفة لمهرجان نبتة بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء أيضا من المكان المخصص للمسرحيات والتي ستنطلق في أولى المسرحيات وهي مسرحية الشهرة للمخرج خالد جلال ستنطلق من غدا وحتى الثالث من أغسطس وأيضا سيكون هناك العديد من الفعاليات الرياضية والفنية المختلفة وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة أشكرك جزيلا شكرا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية دائما من مدينة العالمين الجديدة ترجمة نانسي قنقر